متابعين MTV Alive ودكتور فارس جميل اختصاص جراحة العظام والمفاصل موجود معنا دكتور فارس جميل أهلا وسهلا فيك نقصنا الشد هناك صح موضوعنا إصابة عضلة البايسبس بايسبس يعني هي فخر الشباب عضلة البايسبس نعم شوفي رانياخ إذا بدك نبلش تعريف بعضلة البايسبس هي عضلة موجودة بالمنطقة الأمامية من الزند بتمتد من الكتف للكوع نحنا منفكر أنه بس هون أنا ما عندي كتير بايسبس لأ أنت بالضبط الانسورشنز طبع البايسبس هنه على التاتو طبعيك حلو حلو يعني إذا بدنا نحكي أناتومي على الانسورشنز يعني عضلة البايسبس بتعلق على الكتف بوتر عين بوتر طويل ووتر عصير ماذا يعني؟ فوق أوكي تنبلش بمنطقة الكتف باللونج هيد الفايسبس يعني بالمنطقة الطويلة من البايسبس بتعلق فوق الكتف مباشرتان والوتر الأصير من البايسبس يلي هو الشورت هيد الفايسبس هلأ اللونج هيد الفايسبس هو مصدر الألم ومصدر الإصابات الأساسية للبايسبس بمنطقة الكتف يلي رح يكون اليوم تركيز حلقتنا عليه تقريبا هلأ بمنطقة الكوع كمان عضل البايسبس بيمتد ليعلق على عدم صغيرة تحت الكوع مباشرة مزبوط بها المنطقة صحيح بالضبط يعني لازم أعمل التاتو هون اجزاكتما مانو بعيد عن التاتو القديم هلأ إذا بدك فكرة مهدومة أول من رسم وفسر وشرح عضلة البايسبس هو الرسام الإيطالي المشهور ليوناردو دافينتشي برسومات بالميل سانك سن بتعرف ليوناردو بالإضافة أنه كان رسام عب أريكان خبير وعين بالأناتومية يعني عنده دروينج طبع البرورسيون دي كور إمامة مشهورة جدا هو أول من شرحوا رسم عدلة البيسيبس ووظيفتها كمان حكي عنا ليوناردو والوظيفة الأساسية لعدلة البيسيبس هي أنه نتعج الكوع وأنه نعمل شي نحن نسميه يعني نبرم كفة الإيد لفوق هيدا حركة ممكن نكون عمستعملة إذا عم نفتح درفة أو باب أو نكون عم نفتح مثلا غطى مرتبين بكل هيدا الحركات ممكن نكون عم نستعمل عدلة البيسيبس يعني لكل اللي مش هم يقدروا يفتحوا مراتبين معناتها عدلة البيسيبس عنده نضعيفة صحيح بدنا نقوية مزبوط بس هون الموضوع تقوية عدلة البيسيبس إلى حدود كمان من شن هيك أوقات بيصير فيه انجريز وهيدا يلي رح بنحكي عنه اليوم صح صح شو بيصير هلا خليني بلش إذا بدك فصل الانجريز لجزئين لا أوكي لأنه الموضوع شوي تكنيكلي ديماندين رح نبسطه لنوصل المساج مثل ما بدنا أول شي خليني أحكي عن موقع الإصابة أوكي عدلة البيسيبسي اللي تقريبا الوتر تبعه بيمتد لعشرة سنتيمتر بعلق على عدم صغيرة فوق الكتف مباشرة بيقطع بمجرى الكتف بيرجع بيقطع بمجرى لإله بالزند بهالثلاث مواقع إذا بحطونا صورة هلأ بنحكي عن صورة ديراكت ممكن أنه يصير عنا إنجري أو إصابة بعضلة لونج هيد الفيسيبس لكن الصورة اللي بعدها دغري اوكي بالمنطقة الأولى مطرح ما بتعلق الوتر على العدمي ممكن أنه ينمزق هالبيسيبس أو البطان اللي بيعلق عليها بيصير شيء اسمه سلاب ليجن بتصير عند الرياضيين بتصير عند الأشخاص يلي هني أتلات يلي بيميرسو سبور مثل مثل الفوليبول سويمينج التنس أكيد بالسرفيس بالبيسبول بحسوا أنه بعد إصابة معينة ضعف السرفيس طبعهم أو صارت سرعة السباحة أقل أو رمل بيسبول الطابة أبطأ أو حتى الكبس بالبوليبول أقل هون ممكن يكون صارعاً شيء نسميه سلاب ليجن هيدا بتستيهل حلقة يمكن لحالة ما رح فصل فيها كتير بيكون إنمزق البيسبس مطرح ما بيعلق على البطانة المفصل مباشرة شو ما نعمل له بالعادة إذا هوا دي أشخاص لأنه هوا أشخاص بالعادة رياضيين متطلبين بنمط حياتهم هوا بدهم عملية وإعادة تقطيب الإصابة أو وصل الوطر ما بتتعالج أما بيصير فيه مزق خلص بدنا نعمل جراحة هلأ لح نرجع نفسر رانيا بعدين بالزبط أيمتا بنعمل جراحة وشو هي طبيعة الإصابة هلأ إذا بنرجع على سلايد اللي قبل كمان نرجع نقول إنه بالمنطقة التانية من الوطر كمان ممكن يكون صار في عنا إصابة وهيدي كمان ممكن تصيب رياضيين وممكن تصيب أشخاص بسبب نمط وطبيعة شغلهم وحياتهم يعني حتى ستات البيوت اعتبري اللي مهوسين بالنظافة اللي بتروح اللي عندهم بتفوت بالأزاز هوا دي ممكن إنه يكونوا معرضين ليعملوا التهاب أو اللي بيشتغلوا مثلا طبيعة شغل متطلبة بالزراعة أو بالعمار وحتى الرياضيين ممكن يكون عندهم التهاب أو انستابلتي يعني عدم سبات بهالوطر حمل الأتقال والأوزين نعم رفع يلا رح أصلك لأقول إنه بالمرحلة التانية رح أحكي عن طبيعة الإصابة هون حكينا عن موقع الإصابة بالجزء التاني رح نحكي عن طبيعة الإصابة طبيعة الإصابة ممكن تكون ثلاث إشياء أو التهاب بالوطر نعم بيلتهب وبيسمك وبيتضخم وبيعمل أوجاع كتير مقلمة بالمنطقة الأمامية من الكتف حتى بتوعي المريض بالليل أوقات وبتمنع وينام هيدا أوجاع ممكن تكون كتير مقلمة وممكن يكون في عنا انستابلتي يعني بيصير بيطلع من مجراء الوطر وبيصير يزق بيعمل طقة بالكتف وبيعمل واجع النوع الثاني بالإصابة هو المزق يعني بس ينقطع عضل أو وطر الوطر الطويل بالبيسيبس الوطر الطويل بالبيسيبس هيدا بتصير نعم هوقات بنسل وبينمزق جزئيا وأحيانا جدا عند الأشخاص يلي بيعملوا خاصة ويت ليفتنج كتير أوكي وإذا بل نحكي عن يلي بياخدوا أو حتى المدخنين أو يلي ما بيشربوا ما يكفي هوده بتبقى طبيعة الوطر عندهم شوية رديقة وبالتالي بيعملوا التهبات مزمنة وإذا حطوا أوفرلود وسترس عالي على الوطر ممكن أنه يقطش كريمان يعني كليا ينقطع هالوطر ستيرويدز شو خاصهم بالموضوع ستيرويدز ممكن يكون عندهم أفنفاست يعني يأزوا الوطر ويخففوا من الألاستيسيتات تبع الوطر وبالتالي بتصفي نوعيته شوية رديقة أكتر ومعرّض للإصابة وأنه يلتهب وأنه يقطش بطريقة أسهل دكتور لما بينقطع التندون نعم أو الهال اللونغ هاد أو بايسبس اللي هو الوطر الطويل اللي بيمرق بمجرى البيسبس ما بنحس دغري نعم بلا بس ينقطع الوطر إذا بنحكي سامتوم صح أكيد هو أكيد بيبقى المريض أو الشخص يعني بالعادة هن أشخاص سبورتيف عم بيعمل تبري ويتلفتنج بحس بفقعة بكتفه بحس أنه بإزرقاء بيصير بمنطقة الكتف أكيد بوجع كتير مقلم وبيصير عنا شيء بمنطقة الزند بنسميها يعني تعرف الشخصية الكاريكاتورية الشهيرة عنده العضل هكي مكبتل بمنطقة الزند بيصير عنا اكزاكتمون لما مشوز يعني الباباي ديفورمتي بتكبتل عضلة البايسبس لأنه بتفلت من فوق بتصفم كبتلي بمنطقة الزند هلأ منشوفها في سلايد بتفرجيها دونك هيدا افنمون واضح أنه خلص بحس الشخص أنه صار معه شيء الصورة اللي بعدها دغري يمكن أوكي بيعمل اللي بعد هيدا نشوف العضلة كيف بتصير نعم أوكي بيعمل شيء اسمه وبيكون مبين أنه في عنا مشكلة واضحة هلأ في أشخاص بيتأخروا حتى لو يروحوا عند الحكيم بيفكروا أنه مزق عضلة وبالصح دونك هيدا شغلة اختصاصة بالعادي بس يشوفها بيعرف أنه ما قطوش عضلة البايسبس نعم لأنه إذا بدك نحكي بالأول مشكل مرة بيكون في عنا مشكلة بالبيسبس بيكون في عنا عملية بس يكون في عنا التهبات مزمنة أكيد منبلش بعنتي انفلماتوار منحط تلج في أحيانا منعوز نعمل أنواع من الفيزيو تيرابي مثل شوك ويف أو التراساون أو ستريتشين في انفلتراشون بتنعمل على مجرى البايسبس وكتير بتريح إن كان كورتزان أو البي أر بي يلي بي كتير إفكاس بهيد الحالات خاصة عند الرياضيين وسبورتيب دونك بس يفشل العمل الغير جراحي أو بس يكون في عنا قطش بمجرى البايسبس خاصة بدنا ناخد بعين الاعتبار عمر المريض نمط حياته طبيعة سبوريا اللي بيمارسه بيبقوا متطلبين وديماندينج باللايف ستايل طبعون هؤلاء أشخاص أكيد بدنا نعمل عملية ونرجع نقطب وطر البايسبس هلأ عند الصبايا مثلا في عنا كونسورن تاني هو الموضوع الاستيتيك لأنه تخيل الصبايا حلوة مثلي كي نقطش البايسبس بميلة بيصير في عنا كابتول يتعضل بزند وبميلة تانية بيبقى زند شكله نورمال كوزماتيك لي مننا مهدومة ومننا حلوية دونك ستون ريزون كمان أنه نرجع نوصله مشان الفونكسون مشان الوظيفة واجع وأكيد الواجع لأنه مع الوقت الواجع بيروح بس منخسر جزء من الوظيفة وبيبقى الكابتول بس دكتور إجمالا إذا بدنا لنتوجه هذا الطبيب شو لازم تكون العوارض يلي بدأت تنقزنا وبتقلنا قوموا روحوا شوفوا حكيم ما بقى تأخذوا عنتي أفلاماتوار على الفادي نعم أول شي هي الواجع الواجع يلي ممكن يبلش بمراحل أولى أثناء الحركة أو أثناء الرياضة أو أثناء العمل يعني بسطة البيت أو الشاب شو ما كانت وظيفته بحس بشغله أنه عنده واجع بالمنطقة الأممية من الكتب ببلش على الحركة وبينتهي يصير واجع ممكن يوعي بالليل ومتواصل ومش حتى ما عم بيروق على الانتي أفلاماتوار أكيد هون لازم يشوف اختصاصي لا يقدر يحدد أدب ينطر ما لازم ينطر كتير هلا بكل الحالات تتعرف سدبان إذا المريض عم بيروق على حبة باندول أو لا بس أنه بالعادة عند الأشخاص يلي هن رياضيين يلي بينزل النفو بسبب مشكلة بالكتف أو حتى عند الأشخاص يلي نمط شغلهم وحياتهم وبيتطلب منهم أنه حركة كتف معينة عم بتأثر على شغلهم وعا حياتهم دونك ما لازم ينطروا كتير بحال أنه هالوجع عم بعل وخاصة لأنه عنا مشكلة الانتي أفلاماتوار في لبنان حكيم يعني كل الناس بصيروا ياخدوا انتي أفلاماتوار أغوغو من دون ما يستشيروا طبيب ومن دون ما خلاص يعني من دون ما يحددوا اللي ميت وقت كمان قصة الانتي أفلاماتوار هي موضوع لحالة قصة ممكن حبة انتي أفلاماتوار ما أخودي عند مريض غلط تعمله جرحة بتروحه أوكي دونك أكيد ما حدا لازم ياخد انتي أفلاماتوار لا على الواتساب ولا على التليفون ولا من حدا مش شغلته بده يراجع طبيبه الإختصاص لا يقدر حد إذا هذا الشخص قادر ياخد انتي أفلاماتوار وقديش المدة وشو نوع الانتي أفلاماتوار يعني ضروري نرجع نقول أنه في مدة معينة بيتاخد فيها هالأموضات للتهابات مش أنه باطل ما من الوجه عم ناخد أكيد ومش حيال لحده بيقدر ياخد فيه أشخاص ممنوع ياخدوا ولا عب مين يعني مثلا أنا أشخاص حطين بقلبهم أو أشخاص عندهم مشاكل أو أشخاص عندهم انتيسيدان ارحب معدتهم هوا ممنوع ياخدوا عنتي أفلاماتوار كليا نعم هون يمكن يصير فيه علاجات تانية يمكن تكون موضعية بالانفلتراسيون يلي هي علاج مباشر على الالتهاب بدون ما هايك نتعرض للعوارد الجنبية قبل ما نخطئم حكيم هالجراحة أو العلاجات بيردوا الوضع مثل المكان أو شو بيصير خصوصا للرياضيين أكيد بيكونوا بخافوا نعم أنه ما يقدروا يرجعوا صح لكن هلا أكيد نحن بالطب نقول مثل الغرام ما في شي مية بالمية بس أنه بترجع بنسبة كتير عالية إذا نحن رجعنا وصلنا عدل البيسابس تقريبا قادرين يرجعوا عن النفو يلي هو بري انجوري قادرين يرجعوا يمارسوا سبور إذا نوصل بطريقة لأنه إذا بدك نحط سلايدات بسرعة شوية آخر سلايدات واتل بسابس بينوصل بمفصل الكتف وبينوصل بطريقتين إن كان تحت الموسك البكتورال أو إن كان فوق قادر ممكن يرجع للمريض يرجع على نفو سبورتيف مثل ما كان بالأول هلأ الأشخاص الأقل تطلبا بنمط حياتهم هن أشخاص ممكن يرؤوا على انفلتراسيون أو على انفلام بس إذا ما كان مقطوش الواتر حتى إذا كان ملتهب أو منسل بحل مريئه يعني فشل العلاج غير جراحي هن أشخاص ممكن نعوز نعمل تانوتومية يعني نقص البسابس ونفلته عند أشخاص كبار بالعمر غير متطلبين بنمط حياتهم كل اللي بيطلبوا مننا أنه روح للوجع حكيم وأكتر من هيك بيكونوا مبسوطين بس بقدر بحركوا إيدهم نعم بحركوا إيدهم بيعملوا تقريبا كل وظيفهم بس ممكن بس بس بروح الوجع بينما الأشخاص الأصغر بالعمر أو الأشخاص السبورتيف أو الأشخاص اللي عندهم هالكوزميتي كونسول هاودي أشخاص ما فينا نكتفي بس أنه نقص تاندو هاودي أشخاص بدنا نرجع نسبت الوطر من بعد ما نقصه ونشيل الشقفة يلي هي منتهت يعني أنت تكون تعملوا نفس السورجري يعني طبعا اللي بيكون مقطوش للطنب صح تقريبا هي زيتا دكتور فارز ومي الاختصاص جراحة العظام والمفاصل شكرا كتير لألك لكل الأشخاص اللي بحب يستشرك أكيد بيقدروا ياخدوا رقمك تحت اللهم سنقوم بريك